السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة إلغاء تنشيط حساب الماسنجر فلا تنسون دعمنا باللاعك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة في البداية عشان تقدرون تسوون إلغاء تنشيط لحساب الماسنجر لازم تسوون إلغاء تنشيط لحساب الفيسبوك في البداية فعشان تسوي إلغاء تنشيط لحساب الفيسبوك تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على يسار من هنا تنزلون تحت على الإعدادات والخصوصية وبعد كذا تروحون على خيار الإعدادات فمن هنا يا شباب تضغطون على الإطلاع على المزيد في مركز الحسابات وبعد كذا تروحون على التفاصيل الشخصية ولكن إذا ما ظهر عندكم خيار الإطلاع على المزيد في مركز الحسابات تروحون على أيقونة البحث هذه وتكتبون التفاصيل الشخصية بعد كذا يا شباب تضغطون على أول خيار اللي هو التفاصيل الشخصية فراح يوديكم على نفس المكان اللي كنا فيه فمن هنا تضغطون ملكية الحساب والتحكم فيه آخر خيار وبعدين تضغطون إلغاء التنشيط أو الحذ تختارون الحساب وبعدين يا شباب من هنا تختارون أول خيار إلغاء تنشيط الحساب تضغطون متابعة رح يطلب منكم تسجيل الرمز السري للحساب بعد ما تسجلون الرمز السري تضغطون متابعة فهنا يا شباب رح يطلب منكم السبب لإلغاء تنشيط الحساب تختارون أول خيار أو أي سبب ثاني بعد كي تضغطون متابعة ومن هنا يا شباب تقدرون تختارون إلغاء التنشيط لمدة كم يوم بتحددون الوقت اللي ناسبكم أو تقدرون تختارون الخيار عدم إعادة التنشيط تلقائيا فكذا ما رح يتم تنشيط الحساب إلا إذا سجلته ودخول عليه فبعد كذا تنزلون تضغطون متابعة ومن هنا يا شباب تضغطون إلغاء تنشيط الحساب فالآن يا شباب سوينا إلغاء تنشيط لحساب الفيسبوك الآن تتوجهون لحساب الماسنجر بعد ما تفتحون يا شباب حساب الماسنجر بهذه الطريقة تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على إسار وبعد كذا تضغطون على إيقونة الإعدادات فمن هنا يا شباب تنزلون تحت راح تحصلون آخر خيار اللي هو الإطلاع على المزيد في مركز الحسابات تضغطون عليه راح يفتح معاكم هذه الصفحة من هنا تروحون على خيار التفاصيل الشخصية وبعدين تروحون على خيار ملكية الحساب والتحكم فيه فهنا يا شباب عندكم الخيار الثاني إلغاء التنشيط أو الحذف تضغطون عليه وبعد كذا لو تلاحظون ظهر معانا حساب ماسنجر لحساب الفيسبوك تضغطون عليه فهنا لو تلاحظون مكتوب عندنا إلغاء تنشيط حساب الماسنجر فتضغطون على أول خيار اللي هو إلغاء التنشيط وبعد كذا تضغطون متابعة راح يطلب منكم الرمز السري للحساب بعد كذا تضغطون متابعة فكذا لان يا شباب تقدرون تسوون إلغاء تنشيط حساب الماسنجر تضغطون على آيقونة إلغاء التنشيط فهذه كانت طريقة يا شباب بكل اختصار لإلغاء تنشيط حساب الماسنجر فلا تنسون يا شباب دعمنا باللاك والاشتراك ونشوفكم على خير مع السلامة